وكانت له أفلام خيالية البعض يصنفها في سينما موجهة إلى الطفل كانت هناك فيلم قصير محطة الفرز سنة 75 أفلام طويلة أطفال الريح سنة 80 قصة لقاع سنة 83 أطفال النيون سنة 80 وفيلم أعتقد باللهجة الترقية آيريون 2007 الراون هاي وهذه مزيزة صححة لضيفي سليم عقار الناقض والصحفية ومدير المركز الجزيلي لسينما سينيماتيك مرحبا سليم عقار مرحبا شكرا عن استضافة بتم صححة لي هذا باللهجة الترقية الترقية نعم الوحيد اللي باللهجة هذه الإنتاج بالقاسم حجاج الوحيد بهذه اللهجة باللهجة يعني فيها يعني كلام بالعربي لأنه صورة في الجنوب في منطقة طامن راسل وبالتالي كانت أرادوا أن يعطوا لللهجة أو اللغة الترقية مكانتها في السينما الجزائري صحيح